الأخبار الأهلوية المهمة النهاردة الاتحاد الأفريقي بيعلن عن ترشيحات الجواز للأفضل في هذا العام في الموسم القرى الانتهى باشوندس ففي حضور لافت جدا لنجوم وأبناء الأهلي في الاختيارات الاختيارات المرشحة أولا ده الجائزة للأفضل داخل القرى حيقام الحفل في المغرب الأهلي من عنده محمد الشناوي ومحمد شريف بالإضافة للثلاث المحترف أليو ديانجو علي معلول وبرستاو خمسة من الأهلي هقول لكم القائمة شهدت تواجد عشرين لاعب من مختلف الأندية الأفريقية يمكن دول الأفضل نادي الأكثر تمثيلا في قائمة العشرين هو النادي الأهلي رغم أنه مكسبش البطولة لكن هو برضو وده كل يوم التاني بترسخ وبيؤكد أن ما حدث النادي الأهلي لم يكن معبرا عن منطق الأمور الفنية وأنها كانت عملية أضعفت من حظوظه وما كانتش عادلة وتصريحات رئيس الاتحاد الإفريقي وهناك تصريحات نسبت لفاطمة صامورة في الاتجاه ده يعني أنا مش عارف يا صحيحة أو لا بتقول لم يكن عادلا أن يلعب الأهلي في ملعب المنافسة اللي خد أكتر من سنة تنظيم النهائي عنده فكل الأمور مع اتضاح الحقائق أن دي كانت بفعل فاعل يعني خططها الاتحاد الإفريقي ونفذها الاتحاد المصري طيب الجواز بتشهد اختيار أفضل لعب أفريقي وأفضل لعب داخل القارة وأفضل لعبة داخل القارة وأفضل لعب شاب وأفضل منتخب وأفضل نادي وأفضل هدف دي اختيارات اللي داخل القارة محمد الشناو ومحمد شريف وعلي معلوله قال ديانجو بيرستاوم الآلي رياض بن عياد من وفاق ستيف تياجو إزوالو من بيترو أتليتكو كريم كوناتي من أسك أبيجان مورلاي سيلة من حرية كوناكري أشرف داري وياحيى جبران وزهير المترجي من الوداد محمد متولي من الرجاء يسوف ودايو ويوسو الفحلي من نهضة بركان فيكتورين إديبايور من الحرس الوطني بيتر تشالولي من سانداونز بنديل شاندو ولورش من مازينبي ومحمد علي بن رمضان من الترجي انتوا عارفين الغرداء كانت استضافة نسخة 2019 من هذا الحفل لكن هذه المرة سيقام في المغرب كل المغرب هي القبلة التي تتجه إلي الكرة الإفريقية ولذلك تجد أنها تعيش أذهى عصرها مقابل التنظيمات والاحتضانات الكثيرة وده بتديلك هي مش بس بتديلك أنك أنت بتبان قدرتك على التنظيم لا ده بتديلك العلاقات أنت على العلاقة دائمة على مدى السنة بالاتحاد الإفريقي دلوقتي تخلص من ده تخش في ده والناس مقيمة عندك دلوقتي فمسألة يعني أن يسحب من كلبوسات من ناحة الفنية بتبقى مفهومة فرقة فائت على فرقة تقعد سنتين تكسب لكن أن يسحب من كلبوسات إداريا دي كارسة ولا أحد منزعج في الكرة المصرية أستاذ إبراهيم أخيرا تم التنبه لمقعد في لجنة الفنية اللي نضم إليها الكابتن محسن صالح يا كابتن وبدأ العمل بتاعه وعرفت أن هذا الأسبوع حضر أكتر من اجتماع من خلال زوم عشان يقدم أفكاره لتطوير وتنمية الكرة في القرة ده عدو لجنة فنية ده كان شطة رئيس اللجنة الفنية لا كابتن شطة كان مدير الإدارة الفنية مدير الإدارة الفنية يعني المحترف يعني مدير اللجنة كابتن محسن صالح كواسن نراح وإحنا قلنا الكلام ده وهو رو اللي يعني أصق أنه حيقدر يعمل حاجة لكن ده مش مكانة مصر طبعا الصديف الأحداث يا أخوان يعني حدث زي يعني كله في المغرب كله في المغرب كويس إن المغرب بس واضح إن ده نتيجة خطة بقال سنة البيتتنفذ والمغرب دلوقتي بتجني هذه الثمار لكن أين 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 الوعي في إدارة الكرة المصرية وإخواننا الحلوين الذين يستمتعون بالمناصب الإقليمية والدولية أنتوا فين من مصر يا جماعة إذا كنتوا لسه فكرين لكم مصريين